بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله مع الحلقة الثلاثة عشر من اسأل بيطاري والنهاردة نبدأ سلسلة جديدة سلسلة طباعة وغرائب الحيوان سنرى السلوك الغريب والطباعة الغريبة في الحيوانات سنبدأ بالحيوانات المنزلية الأليفة وأحسن صديق للإنسان هو القطط نبدأ بالقطط سنكمل بقية الحيوانات كلها من بداية الحاجات المستأنسة ونأخذ بعض الحاجات البرية سنرى الغرائب والعجاب من خلال الطباعة الطباعة يعني عاداتها سلوكها الولادات بتاعتها الأماكن التي تكون موجودة فيها عندنا مقولة شهيرة تقول أن القطط بسبعة طرواح لماذا القطط بسبعة طرواح؟ سنرى مع بعض دائماً بيرتبط ذكر القطط بمقولة السبعة طرواح وذلك إحنا لو درسنا التركيب التشريحي سنرى أن جسم القطط فيه حوالي 500 عضلة طبعاً متوزعين على الجسم كله و230 عضمة وحوالي 50 فقرة وجلده زي فطفاض مش كاتب على العضلات وعلى الجهاز الهيكالي يسمح له بيتحلو الحركة بسهولة مع أنه بيبقى يعني مرن يعني مرونة عالية جداً نخلي التركيب التشريحي فهو بيسقط سقطات خطرة جداً من ارتفاعات عالية ونتيجة مرونة جسمه وتمرين التركيب لجسمه اللي هو الفائق للنظام والترتيب العالي يعني فبينزل بمرونة وتدريب كأنه لا أحسن واحد مصارع أو لعيب بالكاراتي أو كده يعني فبيتفادى السقطات اللي هي الخطرة أو اللي هي الحاجات اللي ممكن تؤدي به للموت وبذلك ايه؟ هو من اللي بيشوف السقطة نفسها بيقول أنه خلاص مات فبكده من هنا تسمى القط بسبعة رواح يعني عنده حوالي أسنان حدة جداً حوالي 24 سنة والصغيرين بيبعوا حوالي 24 سنة الكبار بتوصل لتلاتين سنة أنيابه قاطعة جداً زي الخناجر هو طبعاً يعني لما نصنافه دلوقت هنشوف أن احنا ايه؟ من نفس فاصلة الأسود والنمور يعني فاصلة السنوريات يعني الأسود هم اللي من فاصلته يعني الفاصلة نفسها متسميها على اسمه القططية أو السنوريات لأن من اسمها القط السنور زي ما حنشوف مع السنوريات يعني زي ايه؟ الفم بتاعه مستدير يعني مش مدبب زي الكلب والديب وكده فده بيتميز بينهم يعني التركيب القوي يطلق عليه اسمه القط بسبعة تروحة ينتمي القط أو القطيات لفاصلة السنوريات وهي نفس فاصلة النمور والأسود تم استقناس القط من حوالي خمس تلاف عام قبل الميلاد وكانت تقدسه الفرعنة والفرعنة كان عملينه معابد مخصوصة وكان رمز المقدس عندهم وشفنا تمثيل ياما وأماكن ياما فيها القط وتم تحنيطه وتم تقديسه وقيمت له معابده سمت مناطق كاملة بأسماءها وتمثيله جعله رمز دين يعني على عكس أوروبا أوروبا في نفس التاريخ أو التاريخ الأديم بتاعها كانت بتحرق القطة كلها اعتبارا منها إن الساحرة انتشر بينهم السحرة طبعا والخرافات فكانوا بقولوا إن القط بالذات بتتمثل فيه روح الساحرة أو كده فهو عبارة عن ساحرة متنقلة فبيحرقوها طبعا القط لها اسماء متعددة متشابهة في اللغات كلها يعني مثلا باللغة العربية اسمه بالانجليزية كات بالليتينية كاتوس بالإيطالية كاتوتو أو كاتوت والفرنسية لشات وبالنبيه قادس يعني قط كات كاتوس كاتوت شات قادس كلها اسماء متشابهة هذا ممكن بعض الناس الباحثين قالوا إن اللغة أصلها واحد يعني بس تفرعت بيشبه الإنسان في بعض الصفات إن هو ممكن بيعتص أو يتسائب يتمطع يعني نفس نفس صفات بتشترك مع الإنسان نظيف جدا طبعا لو كنت رأينا قطة قادة تلحس في نفسها تنظف نابتاقة الحمام الطبيعي بتاعها بالنسبة للقطة البرية وممكن القطة المستقنسة بتعمل نفس الحركة بيمسح صوابعه بلسانه وبعدين يمسح وجهه يعني برضو كأنه بيغسل الوجه بتاعه كده ديم العادات اللي هي بتاعته اللي هي المرتبطة بيه القطة بقى في ميزة إنه بيرتبط بالمكان ما بيرتبطش بصاحب المكان هو بيحب بقى ممكن صاحب المكان بس بيرتبط بالمكان على عكس الكلاب الكلاب بترتبط بصاحبها القطة ذاكي جدا بحس إنه برضو عنده غريزة إنه هو تعرف على أماكن أو جي بي اس مخصوص داخله إنه لو بعد عن المكان بتاعه يعني بألاف الأميال ممكن يرجع له تاني من خلال إنه عنده غريزة تحديد المواقع إنه بيحدد العلامات وبيحدد الرائحة وبيحدد الأصوات فبيرتبط بالمكان يعني لو غاب عن المكان لأي ظرف من الظروف ممكن يرجع له بسهولة خالص فعكس الكلب الكلب بيرتبط بصاحبه طبعا بيميز زاكي جدا زي ما قلنا وعنده الحواس مرهفة بتاعته بيميز الأصوات بطريقة عالية جدا بحس إنه ممكن يميز صوت صاحبه أو صوت السيارة بتاعته أو صوت العادات بتاعت صاحبه بحس إنه يميزها عن أي حاجة تانية يعني سيارة صاحبه لو جت قدام الباب بيميزها عن مثلا سيارة الجيران أو السيارات المعدية في الشارع أو لو في حركة معينة صاحبه بيعرفها كمان بيعرف الأوامر اللي صاحبه بيده بيعرف اسمه ممكن لو تسمى باسم يعرف اسمه ممكن يعرفه عد قوم روح هات كذا يعمل كذا بس في طبيعته إنه هو بيفلتر الأوامر ديت مش بينفزها كلها يعني هو بيسمع بس بينفز على مزاجه يعني ليه ليه إيه من زكاة العالي إنه هو ممكن كسول شوية يعني مش عايز الحاجة الفنانية ما يعملهاش ما ينفزش كلام صاحبه كله يعني عكس الكلب الكلب ينفز كلام صاحبه كله اللوت بيصير على أربع أطراف طبعا اللي احنا بنسمي اللي هي الأطراف الأمامية يد عشان لو تكلمنا بعد كده فأي حيوان بيصير على أربع الأطراف الأمامية يد والأطراف الخلفية رجل فعدد المخالف اللي هي مخالف طبعا بيستعملها زي السلاح زي الخنجر بالضبط بتطلع اللي هي أغمات ساعة الحاجة بيطلعها وساعة ما كده بيدخلها في الغمد بتاعها إنه هو بيستخدمها في الحاجات دي للدفاع عن نفسه أو الصيد أو كده طبعا البرية أو الدفاع نفسه بالنسبة لمستقنسة عدد المخالف الكلية 18 بتتوزع على خمسة وخمسة في كل إيد وأربعة وأربعة في كل رجل يعني حيب عشرة قدام خمسة وخمسة في الإيد وأربعة وأربعة في كل رجل دي المخالف بتاعته طبعا ما بتسمعش انت لو قدت جنبك ما بتسمعش حركته ماشي لأنه الرجل بتاعته مغطة بطبقة خطنية بتمنع الصوت بتاع الحركة بتاعت رجله وده ميزة في اللي هي اللي هي بتأهله للصيد عشان يقدر يصيد يدخل على الفريسة من غير ما تحس بيه وخفيف الحركة جدا زي ما قلنا التركيب بتاعه اللي هو العضلي والعظمي ممتاز فبتأهله لأنه هو القطة البرية بتصطاد غذائها وفرائصها فيه معلومة برضو ان انت لو استقنست القطة أو كده أو بنصفها عم الحيوانات المستقنسة رغم ان كان اصولها ان هي برية بس لو سبتها لو تعودت على الاستئناس وكده وجبت لها أكلها وشربها ووفرت لها الماء والحاجة دي الفترات الطويلة فبتنسى الغريزة دي بتقل عندها فلو تركتها لوحدها بتموت فدية بتبقى عليك عب ان انت لو استقنست اي حيوان لازم ترعيه ولازم متسيبوش لوحده لو طلع تحاول تدور عليه وترجع بسرعة لانه ممكن يموت لانه ما بيعرفش لا يصيد ولا يتعامل مع نفسه في خارج المنزل يعني عين القط ممكن انها تشوف الوان عديدة بتختلف ممكن كمان اللي هي لون العين نفسها ممكن فيه حاجة غريبة في القطط ان هو ممكن تكون عين اليمين بلون والعين الشمال بلون تان اول اتنين زي الوانه والوانها متعددة جدا وان شاء الله رب نفسه الحال ونحاول نجيب بعض السور لبعض السلالات ونشوف الفرق بينها هناك مقولة خاطئة ان القط بيرى في الظلام وديت اصلا برضو معلومة خاطئة بصفة عامة العيون العادية اللي هي زي العيون الحيوانات كلها بتبقى زي البناء ما يقدرش يقول يشوف غير من خلال سقوط الضقف على القرانية او القاع العين عشان تميز الانون وتشوف وتميز الحركة وتميز كل شيء فهي الفرق بين الحيوانات اللي هي القطط والانسان ان البقبو العين او الحضقة بتتسع جدا في الظلام ممكن انت لو صلت الضق علىها بالليل هي الحيوانات الليلية بصفة عامة كلها النمور والأسود والزئاب والسعالب زي ما هنتشوف مع بعض فبتسقط الضق ده على قاع العين فبيباليها الوان مختلفة فبتشعى نور في الظلام فبتعالى يعني ده بيدي احاق انهم بيشوفوا الظلام لا بس الحيوان هو بيستعمل كل الحواس بتاعته الشام عنده قوي اللمس عنده قوي السمع عنده قوي فبيرهف كل الحواس دي خاصة الحيوانات اللي بتصطاد في الليل او الحيوانات الليلية بتبقى مؤهلة ان هي ايه تحس بأي حاجة عشان الفرائص وعشان ربنا اهل الله ان هي تصطاد غذائها وكده فبيظن ان هي بتشوفوا الظلام من النام هي مش بتشوفوا الظلام مثلا ان كائن زي الخفاش بيستعمل الليل الزبزبات على اساس ان هو زي الصدى ده برضو ان هو ايه بيعتقد ان هو بيشوفوا الظلام ان هو بيستعمل غريزة تانية مش موضوع عينيه الخفاش لا يستطيع العينيه ضعيفة جدا ببيشوفش في الظلام الجامد بعينه ولا النور القوي بعينه لانه ضعيفة جدا بس بيستعمل حاسة الليل الزبزبات الليل بتصدر من الازن وبالتقيتها تاني فبيشوف من خلالها ايه او بيحدد الاماكن اللي هي المجسمات اللي حواليه وبكده نكون ايه يعني لمينا بسرعة برضو الحاجات اللي هي الفريدة في القطط وطبعا القطط لها سلالات كتير وهنشوف مع بعض اللي هو رب نفسي الحال ان انا ممكن ايه مدة الحمل في القطط المنزلية 55 يوم والمواليد منها ما هو توقم وغير توقم يعني فيه برضو اللي هي ايه بتجيب توائمه وبتجيب حاجات مختلف عن بعضها يعني ممكن تكون قطة عندها ايه كذا قطة شبه بعض يعني او او مختلفين في الالوان والاشكال لها كطبعا على الفرق بتاعها عديد من النقشات والحاجات اللي هي بتمايز السلالات عن بعضها او نتيجة للتهجين بين السلالات وبعضها طبعا القطط الساعات بتخاف على اولادها بتنقلهم من مكان لمكان هم بيتولغدوا طبعا ضعاف الاول مش شايفين ما بيفتحوش او بيبقى الحاسة الوحيدة اللي شغالها معهم هي اللمس انما الام بيتوفلهم برضو مكان بعيد عن الضوضاء العالية او الاماكن الخطر فلو حست بخطر بتنقلهم باسنانها 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 الجلد القطط الصغار وبتنقلهم من مكان لمكان عشان توفلهم الهدوء ده لغاية ما هي ما يكبره طبعا عدد متوسط الموليد في القطط اربع موليد هي بتحمل خمسة وخمسين يوم القطط تولد في العادة اربعة متوسط يعني ممكن يزيد شوية او نقص على حسب نوع القطط طبعا القطط معروف عنها ان القطط هو الفار يعني بتهوى مطاردة الفقران يعني ده العدل الطبيعي بتاعها بس مشكلتها انها بتحب تلعب بالاكل بتاعها شوية تهجم عليه وبعدين ترجع وتسيوه وبعدين حس ان هو خلاص وعاملوا تجربة وضع يعني كويسة كده او حلوة ان ام عزلوا اللقطط الصغيرين عن امهم فترة لغاية ما كبروا يعني ما شوفوش الام وهي بتصدق او بتلعب القطط او بتلعب الفرق او بتيجي عليه او كده وبعدين بعد فترة دخلوا القطط ديت على مجموعة فراد لعبوا معاهم عادي وصاحبهم وبقوا ايه صاحب مع بعض يعني ده بيدلل على ان المطاردة الفران ديت سلوك مكتسب من الام للصغر بيتعلموه من الام وده مش يعني ممكن ما يكونش غريزة ولسه الابحاث يعني ما ازبادش ده بس كالتجربة من ضمن التجرب يعني بكده نكون غطينا معظم عادات القطط ونرجو ان احنا نكون افدناكم واي استفسار او اي سوال عن اي حيوان او اي موضوع في الطب البطري احنا منتظرين تعليقاتكم او اسالتكم نعملكوا على الحلقة واحنا خلال السلسلة اللي جاية ديت برضو هنتابع طباع الحواء ان شاء الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله جزاستفال